نحن هنا نمثل الجهة الممثلة للإسلام ولن نرضى أن نكون معكم في هذه الصالة ونرى قيمنا الإسلامية تمس لن نرضى وعليه وعليه أولا هذه الإبارة التي وردت في مقدمة فقرة النهوب بالمرأة والتي تقول أن تعايش التقاليد والشرع الإسلامي حد من مبدأ مساواة المرأة نحن نطالب حسبها فورا الآن وتقديم الاعتذار للمسلمين وإلا نحن ننسحب وأنتم تعلمون لدينا منابر إننا منابر الجمعة هناك نلموا كلهم كلكم نلموا هناك وهناك نعرف ما نقول نحن لن نرضى أن يأتي مجموعة محدود الثقافة تتطاول على الإسلام من الذي قال لهم أن الإسلام حد من مبدأ المساواة بل الإسلام حدم المعنى في بادي الأحيين على الرجل اسأل الناس أن أتحدى أي نظام وأتحدى أي دين آخر غير الإسلام أن يقول لي أنه كرم المرأة قبل أن تولد الإسلام كرم المرأة قبل أن تولد إفهم جيدا قبل أن تولد اقرأوا قول الله إن شئتوا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فاتم المرأة في هذه الآية على الرجل قال الألماء ما قدم الله سبحانه وتعالى الإناث على الذكور في هذه الآية إلا أنه يريد أن يشير على أن الإسلام كرم المرأة لأنه قبل مجيء الإسلام أن الشخص إذا ما رزق بمولودة بنت يغضب يتوارى من القوم من سوء ما بشره أينسكه على هون أم يدسه في التراب هذه كانت حالة المرأة قبل الإسلام عندما جاء الإسلام قال لا يهب لمن يشاء إناثا الإسلام كرم المرأة وهي طفلة وهي طفلة رسولنا يقول الإسلام الإنذو بنتين أو ثلاثة علمها الذين يدون لتعليم المرأة الرسول قال علمها وأببها وأحسن كأتيبها وزوجها ساحة مكتفة في الجنة هذه المرأة وهي بنت الإسلام كرم المرأة وهي زوجة وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن در الإسلام كرم المرأة كأم كأم في واحد من صحابة الرسول جاء سأل رسول صلى الله عليه وسلم قال له من أحق الناس بحسن صحبتي يعتني ينبغي أن نحترم أبوي ولا أمني هذا قال له الرسول قال له أمنك ثم كرر ساعة مرة تانية قال له أمك كرر مرة تانية قال له أمك في المرة الرابعة قبل قرر له أبوك كل هذا كل هذا يأتي مجتمو تأتي مجموعة محدود الثقافة الذين لا ينفتقون على الآخر الذين لا يقرؤون نحن أمة اقرأ نقرأ أي كلمة نباتاتها خط نقرأ لثقافتنا ونقرأ لثقافة غيرنا ونعلم أن نضع الأشياء لا مكنة أنا أطالب بصفة ممثل من جهة المسلمين أن أطالب الاعتدار رسمي للمسلمين لأن هذا متعمد مش ترجمة أو خطأ لأنه قال الشرع الإسلامي الشرع الإسلامي يختلف عن الرليجي الشرع الإسلامي نطالب بحسب هذه الفقرة الآن وإلا نصحب كمان سحابة رواسى الاحزاب بالأمس ترجمة نانسي قنع يا أخي تتحدثون عن الميراث ميراث ميراث في جاء في نفس الفقرة من من المسلمين قال لكم أنه لا يريد الميراث أنين المسلمين قلنا نريد الميراث دعونا وشأننا دعونا وشأننا نحن نريد الميراث هذا شرعنا وإخوتنا بالأمس في المسيحية ماذا قالوا كل ما جاء في الإنجيل خط أحمر ونحن نقول عينا كل ما جاء في الإسلام وكل ما جاء في القرآن والسلوى النبوية وتعليم الفقهاء خط أحمر خط أحمر والله أنا جلس مع سيدات غير مسلمات صرحنا وقلنا لعالنا في إيد الجلسات والله لو وجدت بعد المجتمعات ما أعطى الإسلام للمرأة نكفى نحن نعرف ثقافة الآخرين واحدة تفكت زوجها وتغلق عليها الأبواب لا تجد ولا حتى هي تكون من التاريخ بالنسبة للمعاهدات الدولية وأخذب بها المعاهدات الدولية التي أنتم تطالبون وقالن الأسرة يا جماعة نحن سنين سنين كنا بنعاني بالقانية الأسرة قالنا الأسرة لي ما نطبقها قال الأسرة لي ما نطبقها بهذه الطريقة اللي موجودة هذا الكلام كناه قبل عشر سنوات مادام كالاريزة الله منيسر جيبيرقية ما نقعده مشينا مامل غايد سنغال قلنا لهم رأينا واحد كل ما يمس الدول الإسلامي نحن لن نكون طرفهم حين ولن نربط الأسرة ما هي هل هل أنا أقول للإخوة في الصالة مفهوم الأسرة هل كون إمرأة ما إمرأة وتتبنى ولد أو رجل يتزوج رجل ويتبنى ابنها يكون أسرة وهذا أيضا متضمن هذا متضمن في هذا ما في البرتوكولات الدولية الآن ممكن أن تزواج الميس المموجود نعم لم نرضى لهذا ما تبشونا تبغونا لكن منادرنا قادة حسنا اشتركوا في القناة تابعا